عيد العمال ده واحد من أهم الأعياد اللي لازم كلنا نحتفي بيها لأنها هي شكل من أشكال الاحتفاء بل والأهم هو التتويج بكفاح العمال في كل مكان في الأرض مش بس الحقيقة تحت الشعار للناس اللي زي حالات يعني بترفعه دائماً وهو يا عمال العالم التحد وما إلى ذلك لكن هي المسألة إنه كان في فترة من الفترات مع بعض أو بعض ظهور يعني الصورة الصناعية في أوروبا صورة الصناعية الأولى وبدأت تظهر الصناعة في أوروبا فالحقيقة العمال ما كانوش زي دلوقتي عمال العالم ما كانوش زي دلوقتي على الإطلاق كانوا فئة مغبونة الحق بيطحنوا من الرأس مالية المتوحشة اللي كانت موجودة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وما إلى ذلك وكفاح العمال على كافة الأصعيدة سواء للدفاع عن حقوقهم أو للدفاع عن أوطنهم أو الدفاع عن لقمة العيش دفاع يستحق دائما أنه يتبروز لحد ما وصلنا إلى أنه أصبح فيه عيد للعمال وجود الاتحادات والنقابات ده شيء مهم جدا وهنا يمكن هدعوكم قبل ما أدخل في موضوع مهم جدا هنتكلم فيه بالمناسبة إحنا النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا عن عيد العمال وهتلاقونا موجودين فيه واحد من أهم المصانع اللي موجودة في مدينة ومحافظة بني سويف تحديدا وهتلاقونا بنتكلم على قيمة التصنيع وقيمة العامل اللي هو تقدر تعتبره شاريك حقيقي في هذه المنظومة لمنظومة